طيب شيخي بالسؤال الآخر بعض الأطفال تعلموا القرآن ودخلوا المراكز الصيفية وكانت سيرتهم حسنة ثم إذا كبروا واختلطوا بالمجتمع وبرامج التواصل تغيرت سيرتهم وابتعد عن القرآن والذكر فكيف يتعامل الآباء مع هؤلاء وخاصة إن كانوا في عمل المراهق أو الشباب وما هي نصحتكم للأبناء هؤلاء ذكرتني بمحفظ من المحفظين الذين كان طلابه يأتون بالأوائل في المسابقات وقلست معه سافرت إلى إحدى الدول وسألت هذا المحفظ قال ألد أعدائي وأكثر أعدو من أعدائي هم الذين حفظوا القرآن كاملا قلت لماذا قال لأني حرمتهم من اللعب وهم صغار يقول فاتفقت لماذا هؤلاء هذه من الأشياء التي ينبغي أن ينتبه لها الآباء يعني شيء هناك متى تريده يلعب متى تريد هذه البنت تلعب متى تريد هذا الابن يلعب لما تكون كبيرا تأتي بعض الأحيان تأخذ أهلك إلى الحدائق فإذا بنساء كبيرات وهن في الأرجوحة ممكن فقد قد يكون قد يكون ليس مؤكدا قد يكون لأنها محرومة من الصغر أو لم ترى ما أخذوها حتى تزالت تقول لنا آبائي ما أخذونا إلى الحدائق خلونا شوي النفس تقول نحن ما يمشون آبائنا خلينا نروح تركيا نروح مجموعة نسائية ونأخذ راحتنا مثالا فإذا هذا الحرمان قد يولد ردة فعل في هؤلاء الأبناء فيكون ما بين أمرين تحفيزهم على التحفيظ مع إعطائهم فرصة اللعب وليستاذني الكريم الداعي الشيخ عبدالله بن عامر له حقيقة توجه حسن في الخماسيات التي كان يذكرها لأبنائه اللعب وما يعتبر حفظ القرآن ونحو ذلك مما ذكره فإذا لا بد من الموازنة أولا ثانيا أن لو وقع هذا الأمر فلا بد من ربط هؤلاء الأبناء بمن كانوا في أقرانهم أو أترابهم من الصالحين لأنهم يجروا بعضهم بعضا ويعني القرين والذي هو في سنه أكثر أثرا من غيره فيربطهم بهؤلاء حتى يعودوا إلى الله سبحانه وتعالى مع تذكيرهم أنه ليس المقصود أن أحرمكم وإنما ستفقهون وستفهمون معنى أني أريدكم أن تحفظوا الآن حتى ترتاحوا وتجدوا أثر هذا الحفظ في المستقبل ولن يدرك هذا الأبناء إلا بعد ذلك لأن العقلية والآن لا يستوعبون هذه القضية وكم من أب الآن أو إنسان يقول يا ليت نحن كنا في زمننا نشجع هذا التشجيع أو نجد مثل هذه المدارس التي تعيننا على حفظ كتاب الله سبحانه وتعالى نعم هناك رسالة في الواتساب متداولة في هذه الأيام أن هناك أحد الكلاب من عمان كان ملتزما بحفظ القرآن الكريم وعندما وصل للصف الثاني عشر يقول أنه ما يقدر إلا يقرأ ورد من القرآن قبل المذاكرة ولا ما يقدر يذاكر وسبحان الله حصل على النتيجة 99% وذهب إلى بريطانا للدراسة عند ستطيران أعرف أنه ماذا كثيرة من هذا إلا وقاتينا بقصص ومواقف لعل يعني يحتاج إلى ساعات من الشباب والأبناء الذين كانوا يحفظون واليوم أيضا اليوم في الصباح جاءتني رسائل لأولئك الحفظة الحافظ الذي في غزة من الذكور والإناث حصلوا على المراتب الأولى وهم من حفظة كتاب الله عز وجل وأقول لك أكثر من ذلك النصارى في مصر يحفظون أولادهم من الذكور والإناث القرآن حتى ينمو العقل ويستقيم اللسان وسمعنا أكثر من واحد يفعل ذلك بابنه يعني وهو ليس بمسلم غير مسلم ولكنه يحفظه القرآن ويحفظ القرآن لأنه رأوا لأنهم رأوا أن الذي يحفظ القرآن يزيد ذكاؤه وقد ذكرت هذه في اللقاء الماضي أن حتى كان معنا في عمان الحافظ القرآن يقفز مرحلة وقلت لكم أعرف أناس الآن ديكاترة في جامعات وكليات يدرسون يعني لما حفظ القرآن رأوا أن مستواه أعلى من زملائه فقدموه سنة من السنوات ماشاء الله في باكستان حصلت كذلك تجربة سبحان الله الطالب من الصف السابع إلى الصف التاسع يخير إذا كان يريد يلتحق فقط لحفظ القرآن الكريم بعد ما يرقع يعني فقط يتفرغ القرآن الكريم بعد ما يرقع يواصل دراسته ويكون عنده الأولوية في دقول الجامعات صحيح موجود بل أكثر من ذلك أنا التقيت بأحدهم كان صينيا هذا الرجل ابن طفل يسمى خالد صيني بعثه أبوه وأمه إلى باكستان للحفظ لحفظ كتاب الله عز وجل الأب دكتور طبيب والأم طبيبة وأخوه طبيب وهؤلاء طباء فبعثوا ابنهم هذا سبحان الله وكأنهم يتمثلون قول الله سبحانه وتعالى وما كانوا مؤمنون ينفروا كافة قالوا هذا الابن نريده يحفظ القرآن هو صيني فتكلم العربية بعد ذلك بعد حفظه القرآن تكلم العربية والأردية والصينية والإنجليزية ولما سئل الأب كنت أسأل المدرس لماذا بعده قال لأننا نحن يقول أنا وأمه وأخوانا لم نتفرغ للدين فنريد هذا الابن يأتي بعد ذلك يعلمنا ويدرسنا نحن نتكفل بحياته بمجيئات الله سبحان الله فكان حقيقة هذا الولد يعني مما شرفت أني ألتقي به وكان صغير يعني في السن